تحت رعاية وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف أبا كاروزي تقيل جاءت الانطلاق الرسمي للأنشطة الثقافية حول فنون الطهي في نسقتها الثانية والتي تحدث إلى تسليط الضو على أنواع الطبق الشادي وبحارات الطهي من خلال معرفة الثقافة والمورثات الشادية من حيث الطبخ وتحضير الطعام إضافة إلى المساهمة في تنمية قدرات المشاركات في هذه التظاهر الثقافية ذلك حسب رئيسة اللجنة التنظيمية ناجي باي وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف أبا كاروزي تقيل أشهد بهذه البادرة التي تسمح للمواطنين والأجانب معرفة المطبق الشادي والحفاظ على الثقافة الشادية كما يعد المطبق التقليدي عنصراً أساسياً لثقافتنا وأنه ليس فقط تراث بل يسهم في التنمية الاقتصادية مناشداً المشاركات بتشكيل أنواع المطبق الشادي لإبراز الثقافة الشادية ليس فقط في المناطق والمدن الشادية فحسب بل على المستوى الدولي ومن ثم قام الوزير برفقة عدد من الحضور بزيارة المعرض المصاحب لهذه الأنشطة الثقافية حول المطبق الشادي